الوردة كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ ارتقى الآن منصة التلاوة قم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ المؤدب الخلو القارئ الشيخ جودا حامد جدالة عالم التلاوة بمصر والعالمين العربي والإسلامي وقارئ الساحات القرآنية العالمية بالدول الإسلامية والعالم الإسلامي فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحوارين لأن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يقولوا آمنا والشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بنا مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة هل يستطيع ربك ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء يا عرب وإن ألحيت إلى الحوالين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آبنا قالوا آبنا وإن ألحيت إلى الحوالين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آوامنا وشاد بأننا مسلمون قالوا آبنا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أن ينزل علينا مائدة من السماء قال التقوى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا إذا تم من السماء قال التقوى قال التقوى قال التقوى الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منا وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونقوم عليها من الشاهدين قول عيسى بن مريم قال الله ربنا أنزل علينا مائدة مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا 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 وآت خير الرازقين تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل ما عليكم قد الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن قال الله يا عيسى بنا مريا ما أنت قلت أنت قلت للناس تخذني وأمي يا إلهي من دون الله قال سبحانك قال سبحانك وإقوال الله يا عيسى بنا مريا ما أنت قلت أنت تخذني وأمي يا إلهي من دون الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك يا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قلته فوجع لنت تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الهيوب إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن يعبد الله تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن يعبد الله ما قلت لهم إلا ما ما قلت لهم إلا ما أمرتني يا ربكم وقلت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا لما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إذا تعذبهم فإنهم عباد وإن تغطرهم لهم وإن تغطرهم لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغطرهم وإن تغطرهم وإن تغطرهم وإن تغطرهم أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم يتعى الصادقين وصدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين وصدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله قلك السماعات والأرض وما فين وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم